نعم صلة الارحام مما امر الله به وقطعته مما نهى الله عنه قطعت الارحام مما نهى الله عنه وتوعد عليه وعيدا شديدا فالعسيتم ان توليتم ان تسدوا الارض وتقطع ارحامكم فتقطع الرحم من قطع رحمه قطعه الله ومن وصل رحمه وصل لله والجزاء من الجنس العمل وفي هذا الحديث الحث على صلة الرحم وبيان ماذا وبيان ان يترتب عليه جزاء في الدنيا فضل عن جزاء الاخرة وهو ان من وصل رحمه فان الله يبسط له في رزقه اي يوسع عليه ويطيل في عمره فصلت الارحام سبب لطول الاعمار وهذا كما قال الشيخ حق على حقيقته وهذا لا ينافي كون الله عزيز كتب الاجال نعم ربنا جل وعلا كتب كل شيء وقد علم الله عزيز بان فلانا سيصل رحمه فكتب له طول العمر وكتب له سعة الرزق والقدر سر الله في خلقه لم يطل عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يسع المسلم الا ان يؤمن به ولا يمكن ان يحيط بالله وبحكمته علما فيقول كيف وكيف ما يصلح بل اذا ذكر القدر فامسكه ما تخوض كثيرا وانما يكفيك ان تعلم بان الله عزيز ودل بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء ومنها الاجال والاعمار والارزاق وشاء ان يخلق الخلق فخلقهم ان كل شيء خلقناه بقدر يعني علمه الله وكتبه وشاء ان يخلق فخلقه واضح هذا نؤمن به كيف يكتب كيف قدر ما نحيط بالله علما ومن طلب ان يعلم او ان يعرف حكمة الله في كل شيء فقد طلب ان يكون مثل الله من هذا الذي يعلم حكمة الله في كل شيء من الله عزيز ودل يعلم حكمته في كل شيء وهو الحكيم لا يخلق عبثا ولا لعبا فهو جل وعلا ذو حكمة بالغة وكل ما خلقه وكل ما شرعه بحكمة والله عزيز ودل بكل شيء محيطة وبكل شيء عليم ومنزه على العبث واللعب فكون عقولنا تقصر لماذا خلق ولماذا كتب ولماذا فعل لا يعني هذا اننا نطلب ان نعرف كل شيء عن الله لماذا خلق ولماذا امر ولماذا شرع ولماذا حرم ولماذا اباح فمن اراد ان يكون عالما بكل ما يحيط به الله عزيز ودل وكل ما يحكم به ومن اراد ان يعلم حكمة الله في كل ما خلق وكل ما شرع فهذا ايش يلي بالنفس ان يكون مثل الله عزيز ودل هذا لا يمكن ليس كمثل شيء الملائكة هم الملائكة ماذا قالوا قال سبحانك لا علم لنا لما علمتنا هم ملائكة والرسل كل من يقول لا اعلم الغيب امر الله عزيز ودل نوح عليه السلام او الرسل ان يقول ولا اعلم الغيب وامر محمد صلى الله عليه السلام خاتم المرسلين ان يقول ولا اعلم الغيب فنحن واستفيدون هذا الحديث على حقيقة وظاهرة ان صلة الارحام سبب لبسط الرزق ولطول الاجل لطول العمر كيف ما نعلم كيف لكن نؤمن بما جاء في كتاب الله والسنة الرسول ماذا نستبدأ الحديث الترغيب في صلة الارحام ونسعى الى صلة ارحامنا هذا هو الواجب وهذا لا يعني ان لا نفهم ما يقول الله عز وجل لكن لا نحيط بحكمة الله في كل شيء ايش نفهم الحديث هذا الحس والترغيب في صلة الارحام وان الله عز وجل رتب عليه يعني فضلا دنيويا كما رتب على جميع العمل الصالحة ايش فضلا اخرويا فمن اثار العمل الصالح في الدنيا له اثار يجعل الله بركة في العمر يطيل في العمر يوسع في الرزق ما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجه ورزقه من حيث لا يحتسب هذا جزاء دنيوي الاخروي دنيوي فكون المسلم يعطيه الله عز وجل في الدنيا بركة عافية احفظ الله يحفظك يعني اذا حفظت حدود الله حفظك الله يحفظك في ماذا يحفظ لك دينك حتى لا يزيق قلبك يحفظ لك صحتك يحفظ لك سمعتك يحفظ عرضك يحفظ عقلك سمعك بصرك احفظ الله يحفظك هل حدد بما سيحفظك إذا حفظته جل وعلا ها لا فيشمل هذا ماذا كل ما هو ممكن يضيع من الإنسان فالإنسان ممكن يضيع دينه ممكن يزيع قلبه صح فيحفظك الله في دينك إذا حفظت الله يحفظك الله في مالك في أهلك في زوجك في أولادك في سمعتك في صحتك في سمعك في بصرك كل هذا داخل فيه ايش احفظ الله يحفظك فالجزاء الدنيوي يعطي الله عز وجل عباده إن أطاعوه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوة والأرض دنيوية فهذا الذي نفهم الحديث لكن كيف كتب وكيف كذا هذا لا نحيط به علما ولو حاول أحد أن يخوض في القدر أكثر مما أذن له لضل وقد ضلت أمم وطوائف في باب القدر فيكفينا ما ذكر الله لنا أنه بكل شيء عليم وأنه كتب مقادر كل شيء كل ذلك في كتاب وأنه شاء أن يخلق فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه خلق كل شيء الله خال كل شيء خلق كل شيء وقدره تقديرا واضح قعد لآن كتب عليك الشيخ قال يقول هاي الأسباب تحصل بها المحبوبات الدنيوية وهي قسمة أمور حسية أو أمور محسوسة يعني أمور محسوسة مثل ما ذكر فيها الحديث يجد إنسان سعة رزق بركة فيما أعطاه الله عزيز لأنه وصل رحمة الله عزيز يبارك له ووسع رزقه يزيد ماله يزيد حلاله ممكن هذا الشيء حسي أيضا يطول عمره شوف صار عمره ستين سبعين ثمانين مئة لأنه وصل أرحمه وفي أمور كما قال رباني إلهية يعني يجعل الله له من انشراح الصدر من طمأنينة النفس من السرور في القلب لأن من وصل رحمه وادخل عليهم السرور بأنواع الصلة يعني الصلة مما شرع الله عز وجل ولم يحدها الشرع يعني كيف يعني نعلم أنك تواصل رحمك أو لم تواصل رحمك تواصل اللقاطة كيف التحديد هل حدد الشرع لا ما حدده وإنما أمر بالصلة ونهى عن القطيعة صح وهذا يعود إلى عرف الناس وكل ناس وكل قوم بحسب عرافهم يعني قد يكون قوم عندهم إنما العرف اللي شاركهم في مناسبات الفرح والحزن يعتبر واصل اللي يزورهم من عيد لعيد يعتبر واصل اللي يتصل اللي يدفع أموال اللي يعطي هدايا اللي يحضر الاجتماع السنوي والشهري حسب عرف الناس فالناس يقول وينك أنت قاطع والثاني شوف فلان ما شاء الله واصل كيف حددوا إن هذا قاطع وهذا واصل ها حسب عرف الناس اللي يمارس تصرفات فلانية مع أقاربه مع رحمه يعتبر يعتبر واصلا واللي يترك واللي يترك هالأشياء اللي تعرف عليها الناس يعتبر قاطعا واضح فقد يكون الصلاة بالمال وقد يكون الصلاة بالزيارة وقد يكون الصلاة بالاتصال ومالفترة من كم لي كم حتى تعتبر واصل ولا قاطع من كم لي كم سبوعي ولا شهري ولا سنوي حسب عرف الناس واضح فإذا وصل إنسان رحمه وهو من يشترك معهم في رحم أقاربه يصل أعمامه عماته أخواله خالاته وأقرب من ذلك أخوة أخواته وأولادهم ويصلهم ويصلون هذه كل أسرة فيها بركة فيها سعة رزق فيها طمأنينة فيها محبة فيها ألفة فيها رحمة فيما بينهم بخلاف الأسر المتقاطعة المتناحرة اللي يتوعد بعضهم بعضا ويسحر بعضهم بعضا ويفضح بعضهم بعضا هل تذهب بركة من أعمارهم ومن ومن بيوتهم فالمقصود أن الله عز جل يعطي عباده إذا اتقوه من خير الدنيا والآخرة يعطيهم رزقا محسوسا ومعنويا ويؤجل لهم من الآخرة ينال رضاه وثوابه ويدخلهم الجنة موسيقى